لقد فطرنا في هذا البلد ولله المنة والحمد على السماحة وحسن المعاملة ونبذي الأحقاد ودرء الفتم والتمسك بالأعراف والقيم القائمة على الإخاء والتعاون والمحبة بين الجميع وإننا نؤكد على ضرورة أن تغرس هذه السجايا الحميدة والقيم الرفيعة في نفوس النشئ منذ نعومة أظهارهم في البيت والمدرسة والمسجد والنادي وغيرها من محاضن التربية والتثقيف لتكون لهم سياجاً يحميهم من التردي في مهاوي الأفكار الدخيلة التي تدعو إلى العنف والتشدد والكراهية والتعصب والاستبداد بالرأي وعدم قبول الآخر وغيرها من الأفكار والآراء المتطرفة التي تؤدي إلى تمزيق المجتمع واستنزاف قواه الحيوية وإيراده موارد الهلاك والدمار والعياذ بالله ترجمة نانسي قنقر